ما تخافش على الأهل أهلا بحضراتكم من جديد كاس الأمم الأفريقية الحقيقة يعني عكست كل التوقعات عشان كده كانت هذه النسخة من الكام ضد المنطق الكام ضد المنطق يا باش مهندس انت رأيك ايه؟ هو ضد المنطق طبعا بس ده بيوحيلي بعنوان يعني طريف جدا من سياق الخروج والتلسين من المدربين على بعض نقدر نحط عنواني لأموم كلهم من شاب بلاو الناس هانت عليه بلود كل واحد فرح في غيره فاللي خرج في الأول وكان فاكر ان عنده كارثة وحيتسحل فيها لما انها شافت تنتعدى كل القوى الكبرى المرشحة خرجت بعد يعني انت متخيل انه الأبطال اللي ودعوا اللي سبق ليهم يعني مصر عندها سبع ألقاب في كاس الأمم خرجت الكاميرون بالخمس ألقاب خرجت الغانة عندها أربع ألقاب خرجت من الراوند الأولاني الجزائر بطلتين وخرجت تونس والسنغال وزنبيا كل واحد عندها لقب وقارثة السنغال حمل اللقب ليه أنا بقول لكم ضد المنطق يا جماعة السنغال أفضل نتائج في الراوند الأولاني علامة كاملة وقلنا المختلفة وهو عوشك لا السنغال تحديدا ليه لأنه تقول ما قابلة كودفوار كودفوار الأفيال دخلت من ديل الملحة يعني آخر فريق صعد في ملحة التوالد استفاد من الفرصة الأخيرة كانت لكودفوار وبأخدام الآخرين لدرجة أنه لما غانى لما المغرب كسبت زنبيا وقفت زنبيا عنده نقطتين كودفوار افتكرت أنه عندها ثلاثة كانوا مشوا المدرب وطفوا النور وخلاص فقدوا الأمل أيها بيرشوا فقدوا وبدوا يحزبوا بيرشوا مية وبدوا يحزبوا بعض من اللي عمل فينا كده إلحق تعالى ده أنت رجعت البطولة إيه؟ زنبيا خسرت وهتروح بالنقطتين فبالتالي دخلت الأفيال للبطولة من جديد فتقوم مواجهة السنغال اللي هي صاحبة العلامة الكاملة فالأفيال تكسب السنغال بصوا اللي ما فيهاش أي منطق زي بالضبط غينية الاستوائية يعني غينية الاستوائية تكسب كودفوار في كودفوار بدأت ضربة البداية رائعة جدا والكل قال له خلاص ما غلبت الفريق اللي فواري واحد من المرشحين بقوة غلبت أربعة وراح داخل اتغلب من غينية الاستوائية أربعة فالناس بدأت تنتبه لغينية الاستوائية وتحطها في الترشحات تكون مغلوبة من غينية وتروح فترجع لكودفوار تكسب السنغال اللي هي عندها العلامة الكاملة بصوا وغينية تخش وغينية تخش بقول لكم فعلا بطولة ما فيهاش أي منطق لكن اللافت لها هذا الخروج العربي يعني مصر تخرج المغرب تخرج الجزائر تخرج تونس تخرج مورتانيا بعد حضور قوي لها تخرج خمس دولة عربية بتودع البطولة بدري بدري أيها وبيت الفرق ما أفريقية معي ايه مش تسع فرق خرجوا هو لم يبقى من الفرق الكبرى التي سبق لها الفوز غير مين دلوقتي اللي لسه موجودين نيجيريا عندها ثلاث ألقاب ولزالت موجودة ومرشحة الكونغة الديمقراطية اللي عملتها معانا وأقصتنا عندها لقبين الكودفوار عندها بطولتين وجنوب أفريقيا عندها لقب طبعا يوم الجمعة إن شاء الله بكرة هتبدأ مطشاة دور التمانية نيجيريا وأنجولا والكونغو مع غينيا يعني قادي اتنين من أصحاب الألقاب طلعين مية المية تقدر تتوقع ولا مش عايز لا 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 تتوقع إيه بقى بلاش السزاجة ما تدبتش نفسك طيب الجمعة نيجيريا وأنجولا والتانية جمهورة الكونغو الديمقراطية مع غينيا يوم السبت ها خليه ديانج ومالي هيلعبوا كودفوار ها هيلعبوا بعض وبرستاو مع الأولاد هيكونوا ضد الرأس الأخضر يعني الرأس الأحمر ضد الرأس الأخضر ربنا يساعد تتساوى الرؤوس بين الأحمر والأخضر تتساوى الرؤوس البطولة شاهدت في تومن النهاية تسجيل 16 هدف خلال 8 مباريات بمعدل هدفين في المباراة اناندو تاب سوبا لعب بوركينا فاسو سجل هدف في مرمال الصالح مالي المباراة اللي انتهت بفوز مالي 2-1 حكام المباريات احتسبوا 6 ركلات جزاء شاهدت تسجيل 4 ركلات واهدار ركلتين الدور تومن النهائي انتهت 6 مباريات فيه في الوقت الأصلي في حين انتهت مبارتين بركلات الترجيح مباريات تومن النهائي شهدت حصول 5 لعبين على بطاقات حمراء وانتهى مشوار العرب بخروج منتخبات مصر والمغرب والموريتانيا اللي لحقوا بتونس والجزائر انت انت مش ملاحظ ان جزائر بعدما اداء مبهر في البطولة الماضية واللي قبلها تظهر هذا الوان اللي يدهشك اكتر المغرب تعمليه في كاس العالم ونتكلم عليها ازاي والتجربة والركراك الركراكي والدرجة هو نفسه عاش الحالة دي قالك انا مغرب واللي مليش دعف غيري والاشقاء واحترامنا لكن انا محدش يقول لي بقى العروبة وانا راجل ما معنى الكلام يعني نفسي ويعني يقولنا ده راجل بقى ايه فرق ساوي مدرسة الواقعية وهو فرحان بانجازاته ويقولك يعني انا حاجنه نفسي ليه بسكة العشقاء والعرب خليني انا الوحدي فيخرج جزا الخروج الغريب خروج بجدارة من صفر من صفر وقاتله ضرب الجزاء يعني هم طبعا تحدثوا عن التحكيم من تواخد ضرب الجزاء واخدرتها ايه لكن هذه المفاجئات كل هذه المفاجئات تقودنا الى ايه لا تأمن لكرة القدم العظيم في الملعب اللي بيؤدي وبيوفق وبياخد بالاسباب واحتفظ بجديته واحترامه للمنافس اولا ومول عظماء تفقد اي صفة من صفات دي يبقى ما انت معرض للخطر جزائر الحياة كمان يعني بعد حضور قوي الجمال بالماضي اللي عمل معهم تجربة هيلة جدا ظهرت نتجتها هنا في القاهرة لما في 2019 فازوا بكسر بطولة وكان لهم مستوى كان رائع جدا كل الناس كانت مقدرة محارب الصحراء